ومن القاهرة ينضم إلينا اللواء أركان حرب محمد الشهاوي المستشار بكلية القادة والأركان بأكاديمية ناصر العسكرية العليا أهلا بك سيدي على العموم نتحدث هنا عن حجم المخاطر التي تواجه دول العالم ومصر منها من مخلفات الحرب والألغام لنتحدث عن هذه المخاطر وأبرز التحديات التي تواجه هذه الدول للتخلص من الألغام وإزالتها هو طبعا عملية الألغام المتواجدة تعتبر تحدي كبير لأعمال التنمية نحن نجد دول كثيرة فعلا بها هذه الألغام التقرير ذكر أن مصر واحدة من تلك الدول مصر في منطقة العالمين وفي منطقة تمثل 250 ألف فدان كانت هناك معارك ما بين القوات البريطانية والألمانية في معركة العالمين على أرض مصر خلفت 19 مليون و700 ألف لغم طبعا في هذه المساحة الكبيرة لكن كانت هذه الألغام غير تقليدية بمعنى أنها زرعت رأسيا على ثلاثة أنصاق أو ثلاثة ارتفاعات يعني عندما يتم إزالة اللغم الأول ينفجر اللغم الثاني وإذا تم إزالة اللغم الثاني يتم انفجار اللغم الثالث كل ذلك يؤدي إلى صعوبة إزالة هذه الألغام بالإضافة إلى التكلفة المالية التي تطلبها تلك الدول حتى يمكن إزالة كل الألغام بتعوق التنمية الذراعية بتعوق التنمية الإثثمارية بالإضافة إلى أن هذه الألغام ممكن تتحرك نتيجة الظروف الجوية والكثبان الرملية وأخيرا بنجد أن الدول الغربية التي هي بريطانيا وألمانيا عندما تم إنشاء هذه الألغام في الصحراء الغربية المصرية أخذت الخرائط معاها وبالتالي يكون هناك صعوبة كبيرة في إذالة تلك الألغام ولكن القوات المسلحة المصرية استطاعت أيضا معرفة الأماكن التي تتركز فيها هذه الألغام في مصر بعيدا بغض نظر ذكرت منطقة العالمين تحديدا صعبة جدا ولكن لا يعرف أماكن تركزها تحديدا في مصر شوف يا سيدا لينا فعلا عندما يتم وضع الألغام لطريقة دفاعية وبعد انتهاء المعارك يتم إذالة تلك الألغام ولكن الجانبين البريطاني والألماني أخذوا الخرائط معاهم ده بيد صعوبة وما فيش استحالة بتقوم القوات المسلحة المصرية منذ تلك الوقت اللي فات عليه دلوية 73 سنة أنها بتستطيع أن هي تقوم بتطهير تلك المساحات الكبيرة وخاصة عندما يتم إنشاء المشروعات الاستثمارية مثل مشروع مدينة العالمين الجديدة يعني منطقة كانت منطقة للضمار والخراب أصبحت منطقة للبناء والعمران مدينة من الجيل الرابع تم إنشاءها ويتم إنشاءها الآن وهي مدينة العالمين الجديدة عايز أقول أن الألغام في مصر خلفت خسائر كثيرة 8300 فرد يعتبر مصاب منهم 690 فرد قتيل بالتالي مما أدى إلى إنشاء مصر جمعية للتنمية الاقتصادية لضحايا الألغام وخاصة الألغام المضادة للأفراد طيب سنتي على ذكر هذه الجهود التي تبدأ لمواجهة هذه المخاطر والتداعيات لهذه الألغام ولكن نتحدث هنا عن أن القانون الدولي يمنح مصر الحق في مطالبة القوى الدولية بتعويضات عن الخسائر الناجمة عن هذه الألغام ومخلفات الحرب التي تركت في الأراضي المصرية وسبق وحصلت مصر على حكم ضد بريطانيا يلزمها بتطهير مخلفات الحرب إلى أين وصل التقدم في هذا الملف سيدي؟ طبعا وزارة الخارجية قامت بجهد كبير بمخاطبة الدول التي قامت بزرع تلك الألغام خاصة دولتين بريطانيا وألمانيا وقامت ألمانيا بتزويد مصر بعدد من أجهزة الكشف عن هذه الألغام لكن عدد ليس كبيرا عبارة عن 110 جهاز للكشف عن الألغام لكن القوات المسلحة المصرية بتتكلف تكلفة كبيرة فيجب على تلك الدول أن تقوم بتزديد وتحمل مسؤولياتها في إذالة تلك الألغام عايزة أقول أنه ليس في مصر فقط ولكن جماعة الحوثيين في اليمن استطاعت أن تزرع 500 ألف في لغام اعتبارا من إبريل 2015 كل ذلك لكن هناك بيزرعها بطريقة غير نمطية بيزرعها في المزارع في البنية الأساسية في المساكن خارج المساكن كل ذلك لتدمير البشر وابتزاز لهؤلاء المواطنين في اليمن ولذا يجب على المجتمع الدولي من قاموا بزرع تلك الألغام أن يقوموا بإزالتها والمساعدة في إزالتها عن طريق ثلاثة محاور المحور الأول هو توريد أجهزة وأمام هذا الجهد المطلوب هنا من المجتمع الدولي لمساعدة مصر في إزالة هذه الألغام كيف تقيم الجهود الحكومية من جهة لمواجهة هذه التحديات والمخاطر للألغام والجهود الدولية والدعم لمصر اليوم في مواجهة هذه المخاطر هناك مؤتمرات كثيرة في الأم المتحدة بشأن ذلك الموضوع وهو تقديم المنح وتقديم المساعدات وتقديم المنح التعليمية لإزالة الألغام في تلك الدول بالإضافة إلى توريد أجهزة الكشف عن تلك الألغام كل ذلك تقوم به ودارة الخارجية ودارة الدفاع تقوم بدورها وتستطيع أن تقوم في المناطق التي سيتم إنشاء مشروعات فيها بإزالة تلك الألغام وتحويل حدائق الشيطان كان خط المواجهة بين القوات البريطانية والقوات الألمانية تمزرع بالألغام يسمى حدائق الشيطان هذه حدائق الشيطان يجب إزالة تلك كل تلك الألغام حتى يمكن الاستفادة من تلك المساحات الكبيرة في البناء التحتية وفي الاستثمار في المجال الزراعي وفي مجال السياح اللواء أركان حرب محمد الشهاوي المستشار بكلية القادة والأركان بأكاديمية ناصر العسكرية العليا شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك